قتل عشرة أشخاص وأصيب آخرون في قصف استهدف الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق وكانت اشتباكات قد اندلعت أمس بين الجيش ومسلحين بعد ساعات من إقرار مجلس الأمن الدولي هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار في البلاد سبع سنوات من الصراع تصدرت فيه النقاط الملتهبة في سوريا المشهد الدهمي حتى أصبحت الغوطة الشرقية هي كلمة السر التي طفت على سطح الأحداث الجارية على الأرض السورية في تلك الأوينة فبرغم إقرار مجلس الأمن هدنة لمدة ثلاثين يوما في سوريا لم يتوقف دوي الرصاص سواء في الغوطة الشرقية أو مدينة دمشق التي يرزح أهلها تحت نير القصف الهدنة الأممية لم تصمد دقائق بعد القصف المتبادل والاشتباكات على الأرض بين الجيش السوري والجماعات المسلحة في العديد من المناطق بالغوطة الشرقية وأبرزها حي جوبر وعين الترمة وحرستة والمرج وترى الحكومة السورية أنها تمارس حقا سياديا بالدفاع عن نفسها مشيرة إلى أن الجماعات المسلحة أطلقت أربعة صواريخ باتجاه دمشق ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحة وفي المقابل تؤكد تقارير أن القصف الجوي الذي استهدف الغوطة الشرقية أسقط عشرات القتلى والجرحة الجماعة العربية متمثلة في الأمين العام أحمد أبو الغيط طالبت جميع الأطراف بالتزام الهدنة كما نشدت المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع لإغاثة المناطق المحاصرة يأتي ذلك في الوقت الذي رحبت فيه المعارضة بالهدنة فيما أعربت الخارجية الروسية عن رغبتها في أن تضمن الدول المؤثرة التزام الجماعات المسلحة بوقف إطلاق النار وشددت فيه موسكو على عزمها التصدي بحسم لأي محاولات لنسف التسوية السياسية وهكذا يبقى الوضع على ما هو عليه من ترد على الجانب الميداني وبين شد وجذب سياسي ووسط تدخلات الأذرع إقليمية ودولية ألقت بظلالها الكئيبة على الأرض السورية المنكوبة